بينها وفقة مجلس الدفاع الوطني باعتباره من اهم السلطات اللي ليها الحق في اتخاذ القرار ده اشارت المصادر كمان ان القوات المسلحة لا يمكن ان تشارك في اي عملية عسكرية الا دفاعا عن الامن القومي المصري وده وفقا لضوابط وقواعد محددة وطبقا للدستور والقانون من ايام قليلة صدرت مذكرات ليون بنيتا مدير المخابرات المركزية الامريكية قبل فترة ثورة يناير وتولى بعد كده منصب وزير الدفاع الامريكي في فترة حكم المجلس العسكري من شهر 4-2011 جريدة الوطن نشرت اجزاء من مذكراته واللي بتخص مصر على وجه الخصوص وعلى غير المعتاد فيه مذكرات رجال الادارة الامريكية عن ثورة يناير بنيتا ما بيفرقش في الحديث عن رؤيته وفطنته وتحذيراته اللي تتوقع ما سوف يحدث في مصر لكنه اكتفى بالقول انه قام بعمله وحذر من الضغوط اللي ممكن تؤدي لثورة في مصر ولكنه اتعرف بانه ما كانش يتوقع السرعة اللي حدثت بها مدير المخابرات الامريكية الاسبق اعتبر انه بداية الثورة الحقيقية في مصر كانت مع انفجار كنيسة القدسين اللي اشعلت التوترات الطائفية بين المسلمين والاقباط وبعدها انحدرت مصر لحالة من العنف السياسي والطائفي وصل في النهاية لللي حصل في 25 و 28 يناير اتكلم كمان عن لقاءه برئيس الاسبق حسني مبارك في 2009 وقال انه مبارك كان وقتها حازما وجدا وبيؤكد انه اصبح الان حليف الولايات المتحدة الرئيسي في المنطقة وانه في افضل وضع حاليا يمكنه من الحفاظ على السلام وكان شايف كمان انه حكومته مستقرة وانه علاقته ثابتة وراسخة مع اسرائيل وانه بيتمتع بمصدقية بين القادة العرب في نفس الوقت وقال بانيتا كمان انه مجدلش مبارك في اللي قاله رغم انه كان عنده يعني بيلاحظ بعض الدلائل اللي بتثير القلق بالنسباله وقال كمان نقطة مهما جدا في حديثه عن طريق تفكير الادارة الامريكية في احداث 25 يناير قال وقتها كان السؤال الاخطر اللي كانت الادارة الامريكية بتواجهه في الفترة دي ماذا بعد؟ قال حاولنا ان احنا نلاقي وسيلة علشان مباركة تخلى عن السلطة بدون جر مصر للفوضى فكان لدينا سعي للتواصل معاه من خلال وسطاء وطلب البيت الابيض ننائم مدير المخابرات مايك مورل انه يواصل او يتواصل من خلال القوات الاستخباراتية مع مدير المخابرات المصرية وقتها اللواء عمر سليمان علشان ينقله رسالة محددة بانه محاولات مبارك للتمسك بالسلطة بتجعله يدمر نفسه بنفسه وفي مساء 28 يناير انضمت لزملائي في غرفة متابعة الموقف في البيت الابيض وجرسنا جميعا نستمع الى مبارك يدلي بخطابه الذي طال انتظاره لشعبه وكون في واشنطن نترقب بشدة ان يعلن عن نيته للتنحي وتسليم السلطة لمن سيأتي بعده ولكنه لم يفعل واكتفى باللجوء لانصاف الحلول على غرار اقالة الحكومة والاستمرار في السلطة مع الاعلان عن انه لم يكن ينتوي الترشح بيكمل بيقول انه ازاي الغرفة اللي بتتابع الموقف في البيت الابيض كان خيم عليها الصمت وحتى يعني الصدمة دي حصلتهم برمونا على بعد الاف الاميال وكان من الواضح انه القرارات دي ما نكحتش او لن تنجح يعني هم توقعوا انها لن تنجح في تهدئة المتظاهرين وهو ده بالفعل اللي حصل بعد كده مذكرات مهمة جدا وقفنا عندها احنا مستنيين انها تنزل الحقيقة علشان نقرها باستفادة اكتر ويعني نتصفحها اشتركوا في القناة